بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائنا وبناتنا طلبة وطالبات الصف الثاني للأقسام الميكانيكية والمركبات والتبريد والتكييف أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وبرنامجكم في بيتنا مدرسة النهاردة رجعت لكم تاني ومادة التطبقات التكنولوجية المادة الجميلة اللذيذة اللي احنا بنحبها جدا وبنربط فيها الحياة العملية بالنظريات الرياضية اللي موجودة عندنا وازاي حنربط كل اللي احنا بنعمله في حياتنا العملية وفي تطبقاتنا العملية والفنية بنربطها بنظريات وبنقدر نحسبها ونقدرها عن طريق القوانين اللي موجودة عندنا في مادة التطبقات التكنولوجية اللي هي الميكانيكية النهاردة رجعت لكم تاني وبتمنى ان تكون حلقتنا حلقاتنا اللي فاتت في الترمي الاولاني تكون قدت واجبها معاكو قدرتو تحلو كل امتحاناتكو بتفوق وبامتياز ان شاء الله بإذن الله بعد المجهود اللي الناس كلها قامت بيها علشان توصلوكو الحلقات دي بالصورة اللي انتم محتاجينها النهاردة بإذن الله بنبدأ مع بعض الترمي التاني وحنبدأ مع بعض الترمي التاني بدرس جديد اسمه الازدواج طبعا كلمة ازدواج احنا متعودين ان احنا بنفسر المادة العلمية اللي عندنا من طريقة نطق الكلام اللي موجود فيها وازاي اتخيلها الاول واتفقنا مع بعض ان احنا هنتخيل الحاجة وبعدين نحاول نحسبها طب كلمة ازدواج جاية منين؟ كلمة ازدواج بدأ ازدواج يعني زوج طب والزوج ده يبقى ايه يبقوا حاجتين لازم يكونوا عندي وانا بحسب الازدواج ده انهم يكونوا شبه بعض شبه بعض ازاي؟ احنا بدقين الترمي ده كله؟ كل حاجة مرتبطة في الترمي التاني مرتبطة باللي احنا عملناها في الترمي الاولاني طب انا هفكرك بحاجة مهمة جدا قعدنا طول الترمي الاولاني ندرس فيها وهي القوة قعدنا نجيب من القوة ونجيب محصلة مجموعة قوة واقعدنا نجيب قاعدة لامي وقاعدة مسلس القوة انما كان كلها واقفة على كلمة قوة طب كلمة قوة دلوقتي اللي موجودة عندي انا هستخدم القوة دي برضو في الازدواج فلو قلت ان انا عندي ازدواج للقوة يبقى انا عندي قوتين طيب والقوتين دو يكونوا ايه؟ طالما مزدوجين يبقوا القوتين دو الاكيد متساويتين في المقدار يبقى اول شرط علشان احقق ازدواج ان تكون القوتين اللي موجودين عندي متساويتين في المقدار نمرة اتنين ان الكون القوتين دول متضدتين في الاتجاه متضدتين في الاتجاه؟ آه علشان كل قوة بقى بتأثر فيه اتجاه غير التاني طب وده حيسويلي ايه؟ او ده حيقديلي ايه؟ ده حيقدي ان الجسم يكون متزن نرجع لكلمة اتزام برضو اللي احنا كنا عمالين شغالين عليها في الترميل الاولاني يعني انا كل اللي انا بغضو في التطبيقات التكنولوجية حاجات كلها مبنية على بعض يبقى انا بما بتكلم عن كلمة ازدواج بتكلم عن كل قوتين متساويتين في المقدار ده رقم واحد رقم اتنين متضدتين في الاتجاه رقم تلاتة يكون خط عملهم ليس على استقامة واحد طب الكلام ده حيكون ازاي؟ هشرحولك ببساطة وبعدين ناخد مثال من الحياة اللي احنا موجودين فيها عامة يعني انا مثلا لو عندي ده قضيب من معدن والقضيب ده منتظم لو عندي قوة في بداية القضيب بتأثر لفوق وعندي قوة في نهاية القضيب بتأثر لتحت دي الفوق ودي لتحت طب انا دلوقتي لو القوة دي بتساوي القوة دي يعني مثلا القوة دي عشرة نيوتن والقوة دي عشرة نيوتن يبقى اللي فوق قد لتحت طيب يبقى ده اول شرط يبقى نمرة واحد انهم قوةين متساوياتين في المقدار عشرة نيوتن وعشرة نيوتن نمرة اتنين انهم متضادتين في الاتجاه واحدة لفوق واحدة لتحت نمرة تلاتة ان خط عملهم ليس على استقامة واحدة يعني القوة دي مش فوق القوة دي. دي ودي بعادة همت على بعض. عن بعض. يبقى ازا دلوقتي القوتين دول نقدر نقول عليهم انهم ازدواج. او بيحققوا ازدواج. وبيحققوا الازدواج هنا ليه? لان الجسم هنا هيصبح متزن. ليه? لان القوة اللي بتأثر هنا زي القوة اللي بتأثر هنا. دي في اتجاه ودي في اتجاه. طب الكلام ده بيتطبق ازاي? الكلام ده انا بشوفه ازاي في حياتنا العامة. انا بشوف الكلام ده مسلا اقرب مثال ليك الدراجة العجلة اللي انت بتركبها تعال ان بص على البدالة لو البدالة بتاعت العجلة وانت بتلف كده العجلة برجلك اللي اتنين بتلف البدالة برجلك اللي اتنين هتلاقي ان فيه رجل بتدوس على البدالة التحت ورجل بترفع لفوق يبقى واحدة لتحت واحدة لايه? لفوق. وطبعا القوتين قد بعض. هو انت عندك رجل بتدوس اكتر من التانية? لا اللي اتنين. هي قوة في جسم واحد. بس بتأثر بين رجلين اتنين. يبقى انت رجلك دول بيدوسوا على البدالتين. واحدة لتحت وواحدة لفوق. يبقى ده اول شرط من شروط الازدواج. نمرة اتنين. القوتين متساويتين. القوتين متساويتين. وواحدة لتحت واحدة لفوق يبقى دول شرطين. طب والشرط التالت. الشرط التالت انهم مش على استقامة واحدة. الرجل اللي نزل التحت مش فوق الرجل اللي طالع الفوق. ده دي في مكان ودي في مكان. ويبقى انت كده بتحرك البدل تاني. يبقى ده معناه ازدواج. يبقى ده معناه ايه? ازدواج. طب الازدواج ده بيتحسب ازاي? الازدواج ده طبعا انت عارف ان انت وانت بتلف رجلك كده انت بتعمل عزم. بتعمل عزم على البدالة. علشان العزم ده يخلي عندك في قوة للحركة. احنا متفقين ان العزم عبارة عن قوة في ازراحها. بس ده في هنا قوتنا مستر محمد. اه ما هو انا هعتبر ان القوتين دول بما انهم متساوياتين يبقى الاتنين دول بيأثروا على البدالة وكأنهم قوة واحدة. فيبقى العزم عندي مقدار قوة من القوتين في طول الزراع ما بين القوتين دول. يعني انا لو القوتين دول واحدة عشرة نيوتن واحدة عشرة نيوتن. واحدة نزلة تحت واحدة طالعة الفوق. والمسافة ما بينهم خمسين سنتي. يبقى هنا الزراع. الزراع بتاع الازدواج هو الخمسين سنتي. طيب والازدواج يبقى بيساوي ايه? بيساوي العشرة نيوتن في الخمسين سنتي. بيساوي العشرة نيوتن في الخمسين ايه? في الخمسين سنتي. طيب يبقى انا دلوقتي عارف الشروط ان انا يكون عند ازدواج ان يكونوا قوتين متساويتين في المقدار. نمرة اتنين انهم يكونوا متضادتين في الاتجاه. نمرة تلاتة ان يكون خط عملهم ليس على استقامة واحدة. وعلشان احسب لازم يكون القوتين موجودين ويكون فيه الزراع. وطالما فيه ازدواج يبقى فيه اتزان. لبقى لما يقول لي ان فيه اتزان يبقى انا حققت شروط الازدواج. طيب بعد اما عرفت ان انا عندي القوة وعندي الزراع. اخلي بالي من ايه مستر محمد? اه اخلي بالي من اشارة الازدواج. اشارة الازدواج. وهي بالضبط زي الاشارة اللي كنا بناخدها في العزوم. احنا عارفين ان القوة بتاعتي لو كانت بتلف في اتجاه عقاري بالساعة بتكون القوة دي بالسالب. والقوة بتاعتي لو بتلف في عكس اتجاه عقاري بالساعة بتكون القوة دي بالموجب. ركز لازم تكون حافظ النقطة دي لانه هتغير ناتج المسألة وحتغير شكل المسألة. لو ما خدتش بالك ان القوة بتاعتي او الازدواج بتاعي او العزوم اللي كنا بندرسه. الازدواج او العزوم او القوة طالما بتلف في اتجاه عقارب الساعة اكيد هي بتتقاس بايه بالسالب. انما لو في عكس اتجاه عقارب الساعة يبقى هي بتتقاس بالموجب. يبقى الاشارة بتاعتها موجب. في اتجاه عقارب الساعة بالسالب وفي عكس اتجاه عقارب الساعة بالايه بالموجب. تعالوا نشوف مع بعض كده الاشكال بتاعتنا ونشوف كمان حناعمل عملية القياس ده ازاي. ده دلوقتي واحنا معانا الدراجة اللي هي اقرب مثال موجود عندي لقياس الازدواج الدراجة ديت هيكون عندي هنا البدالة. وقلنا ان انا عندي في البدالة في قدم بتضغط لتحت وقدم بتضغط لفوق. يبقى هنا قوتين متضدتين في الاتجاه. تمام? وفي نفس الوقت هم قوتين متساويتين. وخط عملهم ليس على استقامة واحدة. الرجل دي مش فوق الرجل دي. انما دي في مكان ودي في مكان. بس هم اللي اتنين محطوطين على خط عمل واحد. انما مهماش على استقامة واحدة. تعال نشوف بقى يعني ايه هي ازدواج? يبقى الازدواج هو مجموعة مكونة. من ايه? مجموعة مكونة من قوتين متساويتين في المقدار. وايه كمان? ومتضادتين في الاتجاه. تمام? وكمان ولا يجمعهما خط عمل ايه? ولا يجمعهما خط عمل واحد. طيب يبقى انا دلوقتي كلمة ازدواج هو مجموعة مكونة من قوتين متساويتين في المقدار. ومتضادتين في الاتجاه. ولا يجمعهما خط عمل ايه? ولا يجمعهما خط عمل واحد. تعال نشوف تاني. انا عندي ايه? عندي زراع الازدواج. وزراع الازدواج اللي هو اللي احنا قلنا عليه ان ده البعد العمودي بين خطي عمل قوتي الازدواج. وحنرمز لو بالرمز ايه? اللي هو يعني هيكون المسافة ما بين نقطتي تأسير القوتين. طيب. وبعدين عزم الازدواج هيبقى بيساوي ايه? يبقى عزم الازدواج هو مجموعة عزمي قوتين بالنسبة لاي نقطة اختيارية. هختار نقطة. واجيب العزم عند نقطة. وعزم الازدواج هيكون رمزه جيم. عزم الازدواج هيكون رمزه ايه? هيكون رمزه جيم. طيب. تعال معايا كده نشوف اشارة عزم الازدواج. اشارة عزم الازدواج. احنا اتفقنا. ازا كان الازدواج يعمل على الدوران في عكس اتجاه عقارب الساعة. يعني انا دلوقتي عندي دي قوة ودي قوة. القوة دي قاف والقوة دي قاف. يعني الاتنين قد بعض. والدوران ده عكس اتجاه عقارب الساعة. ازا الازدواج بتاعي حكون الاشارة بتاعته موجب زيها زي العزم. طيب. وكده بقى العزم موجب. طيب انا دلوقتي لو جيت اجيب عزم الازدواج. وكان ازا كان الازدواج يعمل على الدوران في اتجاه عقارب الساعة. يعني عندي قوتين دي قاف ودي قاف. يعني الاتنين بنفس القيمة. وبدأ يحصل عندي دوران في اتجاه عقارب الساعة. ازا هنا اشارة العزم حتكون اشارة ايه? حتكون اشارة سالبة. طبعا انا دلوقتي لما عرفت ان عندي اشارات مجابة واشارات سالبة كده انا ممكن يكون عندي مجموعة ازدواجات. طيب يعني معنا كده ان انا ممكن بدل ما يكونوا قوتين اتنين بيأثروا على جسم وممكن يكونوا اتنين او اربعة او تمن قوة موجودة عندي. يبقى يقال الازدواجين مستويين انهما متوازنان اذا كان عزمهما يساوي في المقدار وعزمهما متساوين في المقدار ومتضادان في الايه? في الاتجاه. يبقى اذا كانت القوة ديت في عندي اكتر من ازدواج يبقى اذا لازم اشوف انهم ازدواجات متساوية ومتضادة في الاتجاه علشان يظهر عندي ان الجسم متزن. طيب انا كده هستنتج ايه? هستنتج ان انا لما يكون عندي ازدواجين متزنين على جسم فانا حقدر اجيب مجموع عزم الازدواجات دي. وطبعا طالما الجسم كان عندي متزن يبقى مجموع الازدواجات دي هيكون بيساوي ايه? هيكون بيساوي صفر. طيب انا دلوقتي لازم اروح احل مسألة. طب قبل ما نروح نحل المسألة خليكوا كده معايا حط سواب. انا دلوقتي متفق معاك ان اي قوتين هيكونوا متساويين في المقدار ومتضادين في الاتجاه وخط عملهم ليس على استقامة واحدة. حيمثلوا ازدواج. افرد عندي قوتين واحدة الفوق واحدة التحت دي خمسين ودي خمسين. يبقى ده ازدواج. عندي كمان قوتين واحدة الفوق واحدة التحت. عشرين. دي عشرين ودي عشرين. يبقى ده كمان ازدواج. يبقى انا عندي مجموعة من الازدواجات. ولكن لما اجيب مجموع العزوم على اي جسم في عندي فيها مجموعة ازدواجات. هخلي بالي من الاشارات ازا كانوا بيلفوا في اتجاه عقارب السعيب وبالسالب. وازا كانوا بيلفوا في عكس اتجاه عقارب السعيب وبالايه? يبقوا بالموجب. وبالتالي هجيب مجموع الازدواجات دي. بس شرط ان لما يقولي في المسألة ان الجسم هنا متزم. او هات مجموع الازدواجات دي. بحيس ان يكون الجسم متزم. يبقى مجموع الازدواجات دي كلها بتساوي صفر يبقى ما فيش حد منهم قادر يغير اتزان الجسم فحاجيب مجموع الازدواجات بيساوي صفر طب ما انا مستر محمد يعني انا اقول كل اللي انا هحطه دلوقت واقول بيساوي صفر اه ما انت حيبع عندك حاجات مجهولة فحتبدأ تطلع برا اللي يساوي بمخالفة الاشارة او بعكس الاشارة وتجيب قيمة المجهول وايه بقى بالتالي هتحط الحاجات اللي بتلف في التجاعة قريب الساعة بالسالب واللي في عكسها بالايه بالموجب اهم حاجة نقرأ المثال كويس ونرسم كويس عشان الرسم ده انا بعد كده بعدا ما حرسم اللي انا حقراه من المثال او من التمرين اللي موجود عندي انا ححول الرسم ده لارقام وقوانين تعالوا نشوفوا مع بعض كده هنحل ازاي بيقول لي هنا في المثال ان الف به قضيب مهمة للوزن طوله 100 سنتي انا حقراه المثال كله مرة واحدة وبعدين حقراه حتة حتة ونفصل كل حتة مكتوبة نحولها لرسم بيقول لي ان الف به قضيب مهمة للوزن طوله 100 سنتي جيم ودال نقطتين عليه بحيس الف جيم وجيم دال بيساوي 40 سنتي اثرت قوة مقدرها 60 وقاف و60 وقاف نيوتن اخلي بالي من الوحدات اللي دخله انا لغاية دلوقتي دخلي وحدتين في المسألة وحدة طول بالسنتيمتر ووحدة قوة بالنيوتن بيقول لي ان القوة دي 60 وقاف و60 وقاف بتأثر عند نقطة وعند نقطة جيم وعند نقطة دال وعند نقطة به على الترتيب وكانت خطوط عملها عمودية على القضيب بحيس كانت القوتان القوة اللي عنده الف والقوة اللي عنده به في اتجاه واحد القوتان اللي موجودين عند جيم وعند دال في اتجاه مضاد عين قيمة القوة قاف بحيس يتوازن القضيب يكون متزم يبقى كده مجموعة العزومية ساو صفر تعالى نرسم بيقول لي الف به قضيب مهمة للوزن وطوله 100 سنتي فنرسم كده قضيب وسميه الف به ويكون طوله 100 سنتي قال لي ان انا جيم ودال نقطتين عليه بحيس الف جيم وجيم دال بيساو 40 يبقى انا من بعد الف من هنا حقيس 40 او حعمل يعني نقطة جيم وتبقى المسافة هنا ما بين الف وما بين جيم بتساو 40 سنتي وبعدين جيم دال يعني بعد الجيم هنا كده حط علامة اسمها دال واقول ان المسافة دي 40 سنتي يبقى دوله 40 سنتي ودوله 40 سنتي طبعا لما يكونوا دوله 40 ودوله 40 يعني 80 يبقى المسافة اللي بقية هنا كام ب20 طب تعالى انا هحط القوة ازاي قال لي اثرت قوة مقدرها 60 وقاف و60 وقاف نيوتن عند نقطة الف وعند نقطة جيم وعند نقطة دال وعند نقطة به اوعى تروح من عند الف وتنزل قوة وعند جيم وعند دال وعند به لازم تشوف هم محطوطين ازاي قال بحيس كانت القوة تاني عند الف وبه في اتجاه واحد خلي بالك ان انا قلت الف وجيم وبه ودال يعني الف عندها الستين وجيم عندها القاف ودال عندها الستين وبه عندها القاف يبقى الف وبه اللي هم ستين وقاف ودول في اتجاه واحد يبقى انا هعمل كده عند الف قوة طالعة لفوق مثلا هتقول ليه خدتها لفوق اقول لك اعملها لتحت بس هتيجي بعد كده القوة التانية هتعملها لفوق يبقى انا عندها الف عملت قوة ستين لفوق وعند به حعمل كمان قوة لفوق طيب انا القاف دي تبقى فين القاف دي عند جيم وهو قال لي ان الجيم والدال في اتجاه مضاد يبقى عند الالف طالعة لفوق وعند الجيم نزلة لتحت وعند الدال نزلة برضو لتحت لانه قال لي جيم والدال في اتجاه مضاد وعند البه طالعة لفوق خلي بالك اهو قال لي عندها الف وبه في اتجاه واحد يبقى اللي عندها الف واللي عند به في اتجاه واحد واللي عند جيم وعند دال في اتجاه مضاد للي فاته يبقى دول تحت يبقى عند ألف كمانهي ستين وعند الجيم قاف وعند الدال ستين وعند البيه قاف انا يهمني الرسمة دي لان الرسمة دي دلوقتي اللي انا هاخدها واعمل منها حساباتي الفنية فانا هاخد الرسمة وروح اقول ان انا دلوقتي عندي كم ازدواج انا عندي ازدواجين عرفت منين يا مستر محمد انهم ازدواجين بصت كده عندي هنا قوة ستين وهنا قوة ستين القوتين دول متضدتين في الاتجاه واحدة الفوق واحدة التحت خط عملهم ليس على استقامة واحدة يعني القوة الستين دي ما هياش فوق الستين هنا يبقى دول متساويتين في المقدار متضدتين في الاتجاه وخط عملهم ليس على استقامة واحد طب ده ازدواج في ازدواج تاني اه دي اسمها قاف ودي اسمها قاف متساويتين في المقدار ومتضدتين في الاتجاه وخط عملهم ليس على استقامة واحد فانا اقول ان انا عندي دلوقتي القوةين 60 و 60 تكونان ازدواج الازدواج ده القياس الجابري اللي عزمه حيساوي يبقى الازدواج بيساوي القوة 60 في بعدها عن زملتها يبقى انا عندي دلوقتي 60 في البعد من هنا لغاية هنا كام 80 يبقى 60 في 80 يبقى حتساوي 4800 خلي بالك ان القوة 60 دي كانت بالنيوتن والمسافة 80 دي بالسنتي يبقى الاجابة نيوتن سنتيمتر نيجي نقول في كمان ازدواج اه في كمان ازدواج القوتين الاسمهم قاف وقاف دول عاملين ازدواج لانهم متساويتين في المقدار ومضاداتين في الاتجاه يبقى انا عندي الازدواج التاني جيم اتنين بيساوي هقول قاف اه ثانية واحدة خلي بالك ان الستين والستين دول لو انت باصص لهم كده بيلفوا فعكس اتجاه عقارب الساعة فانا عملتهم هنا بالموجب انما القاف والقاف بيلفوا هنا في اتجاه عقارب الساعة فحسبتها قلت سالب ايه سالب قاف فيه اضرب المسافة ما بين القاف والقاف اللي هي 40 و20 يبقى في 60 يبقى الناتج هنا بيساوي سالب 60 قاف نيوتن سنتيمتر اخد بقى الازدواجين دول واقول ان انا عايز اجيب المجموعة الجبري للازدواجات اللي موجودة عندي الازدواج الاولاني كان 4800 والازدواج التاني كان سالب 60 قاف يبقى انا مجموع الازدواجات عندي جيم واحد زائد جيم اتنين وبما ان الجسم ده متزن يبقى حيساوي ايه حيساوي سفر فاخد الازدواج الاول اللي هو 4800 زائد الازدواج التاني اللي كان سالب 60 يبقى سالب في موجب بسالب 60 قاف كل ده بيساوي ايه بيساوي سفر انا بقى اعمل ايه اخد السالب 60 قاف اوديها اعديها من علامة يساوي بعكس الاشارة يبقى انا عنده 4800 بتساوي 60 قاف يبقى اذا القاف هتساوي اخد الطرف ده اللي مفهوش رموز وحطه هنا في البسط زي ما كنا بنقول زمان السايب على المربوط يبقى 4800 على 60 يبقى الكلام ده حيساوي 80 نيوتن لان انا بجيب قوة ده مثال تعالى نشوف كمان مثال بيقول لي انه الف به قضيب منتظر خفيف طوله 65 تعالى نقرأ واحنا بنقرأ نرسم يبقى انا كده حعمل قضيب اسمه الف به والقضيب ده طوله 65 زي ما هو بيقول اخذت عليه نقطتان جيم ودال بحيس الف جيم بتساوي جيم دال بتساوي 15 سنتي يبقى انا بعد الالف هنا حعمل نقطة وسميها جيم وتكون بتبعد 15 سنتي واخد نقطة بعد الجيم وسميها دال وتكون بتبعد 15 سنتي انا ما بقولكش تقيس انا بقولك رسم كروكي وبعدين بقى عندي الف وجيم ودال وبه بيقول لي اثرت القوتان 50 وقاف نيوتن عند الف وعند به في اتجاه واحد اهو سهل علي يبقى انا عايز اعمل دلوقتي عند الالف وعند ال ايه البه يبقى انا دلوقتي حرسم عند الف 50 وحرسم عند البه كام قاف والاتنين في اتجاه واحد زي ما قال في اتجاه عمودي على القضيب كما اثرت القوتان قاف و50 نيوتن عند مين؟ عند جيم ودال فين؟ في اتجاه المضاد للقوى اللي فاتت يبقى انا عندي جيم حرسم قوة لتحت لانه بدأ بقاف وعند دل حرسم قوة لتحت وسميها 50 طبعا لما القضيب كله كان 65 وكان البداية هنا 15 وهنا 15 يبقى 15 و 15 30 لما ترحهم من 65 يبقى الحبة دول اللي فضلين من ده لغاية به دول 35 ايه؟ 35 سنتي تعال ناخد الرسمة ونروح نجيب مجموعة الازدواجات اللي موجودة عشان نجيب قيمة قاف يبقى انا دلوقت هقول ان انا الازدواج الاول اللي هو 50 و50 ليه؟ ده ازدواج لانهم متساويتين في المقدار ومتضداتين في الاتجاه وخط عملهم ليس على استقامة واحد واذكرك كمان الخمسين والخمسين دولت في اتجاه عقارب الساعة والا في عكس اتجاه بص ده نازل لتحت وده طلع لفوه يعني كانهم بيلفوا كده والدوران ده عكس اتجاه عقارب الساعة يبقى بالموجب انما القاف والقاف بيلفوا في اتجاه عقارب الايه؟ الساعة يبقى انا حقول ان انا عندي القوطين 50 و50 بيمثلوا ازدواج وحقول بعد كده ان الازدواج الاول بيساوي 50 في بعد المسافة ما بينهم يبقى 50 فيه بص كده دول 15 ودول 15 يبقى دول 50 في كام؟ في 30 اللي هي المسافة ما بين القوة 50 والقوة 50 يبقى الكلام ده حيساوي 1500 نيوتن سنتيمتر لان القوة كانت بين نيوتن والمسافة بالسنتيمتر تعال انجيبي الازدواج التاني جيمي اتنين اللي هم القوطين قاف وقاف متساويتين في المقدار ومضادتين في الاتجاه يبقى انا حقول ان الازدواج التاني بيساوي قاف وقاف هنا بيلفوا في اتجاه عقارب الايه؟ الساعة برافو عليكم يبقى انا دلوقتي دي بالسالب فحقول ان سالب قاف مضروبة فيه المسافة ما بين القاف والقاف اللي هي 15 زائد 35 يعني بتساوي 50 يبقى الناتج هنا بيساوي سالب 50 قاف نيوتن سنتيمتر اخذ الازدواجين وهما موجودين كده واحد ب 1500 واحد بسالب 50 قاف واروح اعمل بهم مجموع ازدواجين طيب دلوقتي القاضي بمتزم يبقى الازدواجات دي متزمة فيبقى الازدواج الاول زائد الازدواج التاني كل ده بيساوي ايه؟ بيساوي سفر لانه متزن الازدواج الاول ب 1500 زائد الازدواج التاني كان بسالب 50 يبقى سالب خمسين قاف. يبقى كل ده بيساوي ايه? بيساوي صفر. اخد السالب خمسين قاف. اوديها النحط التانية بعكس الايه? بعكس الاشار. يبقى الف وخمسمية بتساوي خمسين قاف. ازا القاف هعمل شرطة كسر. واخد الجزء اللي هنا لمفوش رموز احطه في البسط. على الجزء اللي فيه الرمز يبقى الف وخمسمية على خمسين هتساوي تلاتين نيوتن. طيب. انا دلوقتي كنت شغال على ازدواجات موجودة على قطبان طب انا لو الازدواجات ديت موجودة عندي على جسم الجسم ده مثلا على شكل اه او سطح على شكل مستطيل او جسم المقطع الاساسي بتاعه شكله مستطيل او شكله مربع يبقى انا هشتغل على الازدواجات دي وكأنني عندي قوتين متساويتين في المقدار ومتضدطين في الاتجاه ولكن كل واحدة منهم على ضلع من اضلاع المربع او اضلاع المستطيل او موجودة على رأس من الرؤوس اهم حاجة ان انا حدد مكان القوتين واحدد طول الزراع ما بينهم واحدد الازدواجات دي لانها مش ممكن تكون ازدواج واحد ده ممكن يكون ازدواج واحد او ازدواجين او تلات ازدواجات بتأثر على جسم واحد وطالما هي متزنة يبقى المجموع الجابري بتاعها على طول بيساوي ايه بيساوي صفر تعالى نشوف هنحسبها ازاي وناخد مثال عليها بيقول لي هنا ان مجموع ازدواجين مستويين القياس الجابري لعزم مجموع عدة ازدواجات مستوية يساوي مجموع القياسات الجابرية العزومة يعني انا حاج مع كل القياسات الجابرية او حاج مع كل العزوم اللي موجودة عندي وبالتالي لما حاجة اجيب الازدواج لو عندي ازدواج او التاني او التالت او الرابع او 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 حاجيب كل ازدواج لوحده واجمع مجموع الازدواجات دي كلها وبالتالي برضو مجموع الازدواجات طالما الجسم متزن لازم حتكون بتساوي ايه بتساوي سفر بيقول لي هنا ان الف به جيم ده المستطيل فيه الف به بيساوي 8 سنطي وبه جيم بتساوي 10 سنطي طيب دلوقتي اثرت عليه قوتان مقدار كل منها 30 نيوتن خلي بالك ان انا هنا فيه متجهات اهيه موجودة على الاضلاع يعني لازم احدد اتجاه القوة وطبعا التحديد اتجاه القوة ده اللي حيفدني في الاشارة بتاعة العزم الازدواج اذا كانت الاشارة دي بالموجب او اذا كانت الاشارة دي بالايه بالسالب يبقى فيه قوتين مقدار كل منهما 30 على الف به وجيم دال على الترتيب وفيه قوتان مقدارهم 50 نيوتن واحدة بتأثر على الف دال وواحدة بتأثر على جيم به عايز مني اجيب القياس الجابري او مجموع العزوم المحصلة على هذه القوة حروح ارسم عندي المستطيل وحقول ان المستطيل ده حسميه الف به جيم دال وبعدين حقول ان الف به بيساوي 8 سنتي وبه جيم حيساوي 10 ايه سنتي طبعا لو به جيم بيساوي 10 سنتي يبقى الف دال 10 ولو الف به 8 يبقى دال جيم برضو ايه 10 تعال نقول ان انا عندي قوة 30 بتأثر على الف به وجيم دال يبقى ايزا دلوقتي هي بتأثر من الف به بكام ب30 وبتأثر على جيم دال برضو ب30 فحكتب ان انا عندي هنا قوة 30 وحكتب عندي هنا ان في قوة كام 30 كما اثرت قوتان مقدار كل منهما 50 نيوتن على ايه على الف دال خلي بالك المتجه جاي من الف رايح لدال يبقى انا حرسم كده من الف لدال السهم وبعدين بتأثر على جيم به يعني جاي من جيم رايحة الايه رايحة البيه ودول كم مقدارهم كم كم مقدارهم 50 يبقى هنا في واحدة 50 وواحدة هنا 50 لو تلاحظ هنا 30 وهنا 30 هنا 50 وهنا 50 دول قوتين متساويتين في المقدار ومتضدتين في الاتجاه التلاتين دي نزل التحت والتلاتين دي طالع الفوق الخمسين دي رايحة اتجاه اليسار والخمسين دي رايحة اتجاه اليمين يبقى دول متساوين في المقدار ومتضدتين في الايه في الاتجاه تعال ناخدهم وناخد رسمتنا ونروح على طول علشان نجيب مجموع الازدواج خلي بالك الخمسين والخمسين بيلفوا اهو في اتجاه عكس عقارب الساعة انما التلاتين والتلاتين بيلفوا في اتجاه عقارب الايه اتجاه عقارب الساعة يبقى انا دلوقتي عزم الازدواج المحصل بيساوي ايه حاجيب الازدواج الاول زائد الازدواج التاني فحقول ان الازدواج بتاعي بيساوي الازدواج الاول زائد الازدواج الايه التاني طب ولو كان عندي تلاتة اقول زائد تلاتة جيم تلاتة عند اربعة اقول زائد جيم اربعة يبقى الازدواج بتاعي حيساوي حاخد الاول قوة منهم اللي هي القوة الخمسين الخمسين والخمسين بيلفوا عندي في عكس التجاه قريب الساعة والمسافة ما بين الخمسين والخمسين كام اللي هي المسافة من ألف لبه المسافة ما بين الخمسين والخمسين اللي هي تمانية فحقول خمسين في تمانية وقفل القوس طيب التلاتين والتلاتين بتلف في اتجاه عقارب الايه الساعة يبقى عملها بالسالب فقول زائد أفتح قوس سالب تلاتين لأنها بتلف في اتجاه عقارب الساعة مضروبة فيه المسافة ما بين التلاتين والتلاتين كام اللي هي العاشرة سنطي يبقى فيه 30 يبقى 30 في العشرة سنتي اللي هي المسافة ما بين القوتين وبعضهم لما حاجي هنا اقول جيم 50 في 8 حتديني 400 طبعا لما هيبقى الاشارة هنا سالب يبقى انا عندي 30 في 10 في 300 في سالب يبقى سالب 300 يبقى اكتب هنا سالب 300 يبقى 400 نقص 300 بيساوي كام بتساوي 100 نيوتن سنتيمتر لان كان عندي وحدة قوة وحدة ايه وحدة مسافة تعالى ناخد مثال كمان بيقول لي هنا انه الف به جيم دال مربع الف به جيم دال مربع طول ضلعه 40 سنتي اثرت قوة مقادرها 60 70 6070 خلي بالك ان دول 4 قوة 60 70 6070 اه شكلهم كده مستر محمد شكلهم كده شكل ازدواجات عند الستين والستين والسبعين والسبعين طيب ما احنا لسه حلين زيه لأ تعالى نشوف هو المثال ده حيختلف في ايه بيقول لي اثرت في مين في الف به وجيم به وجيم دال والف دال على الترتيب كما اثرت في الف وجيم الف وجيم دي الف نقطة وجيم نقطة قوتان مقدار كل منهما 10 جزر 2 هنا التأثير في القوتين اللي مقدار كل واحدة منهم 10 جزر 2 نيوتن دي مأثرة عند الف وجيم طب تعالى نرسم ونجي عند الحتة دي ونأكد احنا حنرسم الزيجي انا حرسم هنا الالف به جيم دال مربع وحسميه الاف به جيم دال والف به جيم دال طول ضلعه 40 سنتي خلاص يبقى كل الاطوال من الف لبه 40 ومن به لجيم 40 ومن جيم لدال 40 ومن دال لألف 40 خلاص اثرت عندي القوة فالف به يعني القوة كانت جاية من الف رايحة البي اهو والقوة دي كانت كام اكيد القوة دي 60 جميل القوة اللي بعدها اثرت من جيم لبه جاية من جيم رايحة البي فعمل السهم جاية من جيم رايحة البي والقوة التانية قوة دي بكام ب70 فحكت ب70 القوة التالتة جات من جيم لدال من جيم لدال جاية من جيم لدال اهو المتجهة بتاع يبقى انا هعمل سهم كده جاية من جيم لدال والقوة التالتة دي كانت ب60 طيب من الف لدال من الف لدال اللي يبقى حرسم السام هنا جاي من الف رايح لمين رايح لدال وحكتب على القوى دي اللي هي القوى الرابعة اللي كانت سبعين ما عنديش اي مشكلة طبعا انا لغاية دلوقتي بعيني كده حلاقين من الستين والستين قواتين متساويتين في المتقدار ومتضدتين في الاتجاه يبقى دا ازدواج السبعين والسبعين دول قواتين متساويتين في المقدار ومتضدتين في الاتجاه يبقى دا ازدواج بس استنى دا بيقول لي وحصل عندي كما أثرت في ألف وجيم قوتان عند ألف هنا أثرت قوة مقدرها عشرة نيوتن مرة عند ألف ومرة عند جيم طب لما تأثر عند ألف تطلع لبرة أو تروح لجوة قال لي بس دولت بيأثروا في اتجاهي به دال شوف كده أنا لو خدت خط هنا من به لدال كده أو دال به يبقى أنا دلوقتي لما حرسم من عند ألف حرسم قوة رايحة في الاتجاه ده بتوازي الخط ده اللي قال لي عندي به دال أو دال به تمام؟ يبقى الجزء الأولاني عند ألف رايحة في اتجاه به دال وبعدين أجيبها من عند جيم من هنا تبقى نزلة كده كأنها موازية لدال به جميل قوي القوة دي والقوة دي بتساوي عشرة إيه؟ عشرة جزر اتنين كده أنا بقى عندي كم ازدواج يا أولاد برافو عليكو بقى عندي ثلاث ازدواجات ستين وستين سبعين وسبعين عشرة جزر اتنين وعشرة جزر اتنين تعالى ناخد رسمتنا بقى ونروح نحسب الايه؟ نروح نحسب العزم الازدواج اللي موجود عندنا طب انت وصلت الخط ده ليا مستر محمد؟ هقولك هو أنا مش لما جيت أحسب أواجه أحسب عند السبعين والسبعين دول لازم المسافة ما بينهم تكون موجودة؟ آه طب المسافة ما بين السبعين والسبعين هي اللي اربعين سنتي وما بين الستين والستين هي برضو اربعين سنتي طب المسافة من ألف لجيم ترجع بقى بعقليتك الرياضية وتعرف إن ده قطر في المربع وأي قطر في المربع بيسوي إيه؟ بيسوي جزر اتنين في طول الضلع بيسوي جزر اتنين في طول إيه؟ الضلع يبقى أنا لازم أجيب الضلع ألف جيم الأول عشان أعرف أحسب الازدواج اللي عندي خدت الرسمة بتاعتي وحاجة هنا أقول إن ألف جيم من ألف لجيم ده قطر والقطر ده في المربع بيسوي جزر اتنين في طول الضلع يبقى إذن ألف جيم ده حيسوي جزر اتنين وحضرب في طول الضلع اللي هو اللي 40 سنتي يبقى إذن ألف جيم بقى بيسوي 40 جزر اتنين سنتيمتر تعال بقى إحنا عندنا كام سدواج دلوقتي؟ أنا عندي دلوقتي 60 و60 يبقى ده سدواج عندي 70 و70 وده سدواج وعندي عشرة جزر اتنين وعشرة جزر اتنين ده كمان ازدواج قلت ليه ازدواج؟ لأن كل قوتين من دول متسويتين في المقدار متضدتين في الاتجاه وخط عملهم ليس على استقامة واحد حنيجي هنا نقول الازدواج الأول عندي بيساوي حاخد القوة اللي اسمها 60 طب القوة اللي اسمها 60 دلوقت بتلف في اتجاه عقارب الساعة؟ آه بتلف في اتجاه عقارب الساعة يبقى لازم منساش السالب يبقى حكتب سالب ستين في حضرف في ايه؟ مش دي ستين ودي ستين؟ آه المسافة ما بينهم كام هو مش ده مربع وطول دلوق 40 سنتي يبقى المسافة ما بين القوة الستين والقوة الستين 40 سنتي يبقى حقول ستين فيه 40 يبقى الكلام ده حيساوي طبعا ما نساش السالب والستين في 40 بقى بيه 2400 2400 ايه؟ نيوتن سنتيمتر ليه كتبت نيوتن سنتيمتر؟ لأنه هو مديني الستين بالنيوتن واللي 40 بالسنتيمتر يبقى ده نيوتن سنتيمتر تعال نجيب الازدواج التاني الازدواج التاني اللي هو سبعين وسبعين السبعين والسبعين بيلفوا في ايه؟ فعكس التجاه عقارب الساعة يبقى أنا حكت بسبعين في المسافة ما بين القوتين السبعين اللي هم 40 سنتي يبقى سبعين فيه 40 يبقى الكلام ده حيساوي وطبعا كتبتها بالموجب لأنه في عكس التجاه عقارب الساعة يبقى الكلام ده حيساوي 2800 نيوتن سنتيمتر تعال نجيب الازدواج التالت الازدواج التالت اللي هو القوة 10 جزر 2 و10 جزر 2 واللي المسافة ما بينهم اللي هي ايه؟ المسافة ما بينهم ما بين ألف وجيم اللي هو القطر بتاع المربع اللي أنا لسه جايبه دلوقتي وحسبه بـ 40 جزر 2 اللي هو قطر المربع اللي بيساوي جزر 2 في طول الدلع فضربت جزر 2 في 40 طلع ب40 جزر 2 يبقى أنا حقول إن الازدواج التالت بيساوي 10 جزر 2 وخلي بالك إن القوة دي والقوة دي بيلفه في اتجاه عكس اتجاه عقارب الساعة يبقى أكيد حاسبها بالموجب وحقول 10 جزر 2 وحضربها في المسافة ما بينهم اللي أنا لسه جايبها بـ 40 جزر 2 يبقى إذن الازدواج بتاعي حيساوي كام؟ 800 نيوتن سنتيمتر كده بقى عندي كم ازدواج؟ عندي 3 ازدواجات الازدواج الأول بتاع القوة 60 اللي بيطلع بـ 2400 بس بالسالب لأنه في اتجاه عقارب الساعة والازدواج التاني اللي طلع بـ 2800 وده كان بالموجب لأنه في عكس اتجاه عقارب الساعة والازدواج التالت العشرة جزر 2 اللي كان في عكس اتجاه عقارب الساعة أروح أجمحهم على بعض يبقى مجموع الازدواج بيساوي الازدواج الأول زائد الازدواج التاني زائد الازدواج التالت يبقى الازدواج عندي حيساوي الازدواج الاول اللي انا كنت جايبه بسالب 2400 زائد الازدواج التاني اللي انا كنت جايبه ب2800 زائد الازدواج التالت اللي كان ب800 طبعا انا عندي هنا حجم على الاتنين دول اللي اما بالموجب وحترحهم من اللي بالسالب فحلاق ان المجموع الكل بتاعي بقى 1200 نيوتن سنتيمتر 1200 نيوتن سنتيمتر طيب حاجة هنا واشوف ان انا موجود عندي بعض القواعد الهمة والقواعد الهمة اللي موجودة عندي هي اللي بتخليني اشوف اذا كان الجسم بتاعي متزن ولا مش متزن القوة اللي بتأثر عليه هتسبب اتزانه ولا مش هتسبب اتزانه وفي نفس الوقت لازم يا ولاد نخلي بالنا من الشكل اللي هو بيدهولي وبيقول لي احسب على الازدواج ليه زي المثال اللي فات كده كان عندي عبارة عن شكل مربع وكان عندي قوتين والمسافة ما بينهم القطر طب ده كان قطر موجود في مربع فقلت ان القطر ده حيسوي جزر اتنين في طول الضلع طب انا دلوقتي ما انا ممكن يديني مثلا يديني شكل على شكل مستطيل وتبقى المسافة هي القطر ممكن يديني شكل مسدس وبالتالي بقى عندي مش ازدواج واحد مش المسدس ده في ستة اضلاع لو انا عملت كل قوتين على ضلعين متقابلين علشان تبقى قوتين متساوتين في المقدرة ومتضددتين في الاتجاه ده معنا ان انا عندي تلات قوة على الستة اضلاع كل قوتين متساوتين بس لما اجي اشوف المسافة ما بين القوتين يبقى المسافة دي هتخليني اكون لازم فاكر وكون لازم حافظ العلاقات الرياضية اللي بتحقق هالي زي مثلا المربع القطر بتاعي كان بيساوي كم؟ كان بيساوي جزر اتنين فطول الضلع طب لو مسدس هيبقى جزر تلاتة لازم نخلي بالنا من القواعد دي لانها قواعد هامة يبقى انا دلوقتي مش ححسب بحساباتي وبطرق بس اللي انا بجيب بها الازدواج ولكن لازم اخلي بالي من العلاقات الرياضية اللي انا بحسب بيها تعالوا نشوف كده مع بعض هنعمل ايه في الامثلة اللي جايب بيقول لي هنا عندي قاعدة هامة بيقول لي اذا اثرت ثلاث قوة متلقية في جسم ومثلها تمثيلا تاما باضلاع مسلس هنا القوة بقت على مسلس مش على شكل رباعي في ترتيب دوري واحد فان هذه المجموعة تكافي ازدواج معيار عزمه يعني لو على مسلس هيبقى معيار العزم هنا بيساوي حاصل قسمة ضعف مساحة المسلس على طول او طول الممثل لوحدة القوة يبقى انا هنا لازم اجيب ضعف مساحة الايه المسلس ازاي ده مستر محمد تعال ناخده في مثال ونشوف لو انا عندي دلوقتي مسلس اسمه الف بهجيم وكان عندي مجموعة من القوة قوة اسمها قف واحد وقف اتنين وقف تلات طب الشرط ايه؟ الشرط عندي ان القوة دي تكون في ترتيب دوري بص القوة دي كلها بتلف حوالين بعض هنا ما بقاش عندي قوتين متساويتين في المقدرة ومتضدتين في الاتجاه ولكن بقى عندي مجموعة من القوة والقوة دي عاملة ترتيب دوري بتلف حوالين بعضها اعمل ايه؟ اقول كده ان المقياس الجابري لعزوم الازدواج اللي موجود هنا بيساوي في البسط ضعف مساحة المسلس وتحت واحد على النسبة بتاعتي اللي مقدار التناسب بتاعتي طيب الكلام ده تعالى نحققه كده في مثال ونحله بيقول لي هنا تمثل ثلاث قوة تمثيلا تمن باضلاع مسلس الف بهجيم قائم الزاوية في به مأخوزة في ترتيب دوري واحد وبمقياس رسم ده المقياس النسبة بتاعتي واحد الى عشرة اللي هي واحد على ميم تبقى واحد على عشرة عيم معيار عزم الازدواج علما بأن انا كده هجيب الازدواج منين؟ من اطول الاضلاع علما بأن الف به بيساوي 40 سنتي وبهجيم بيساوي 30 سنتي تعالى نرسم مسلس قائم زي ما هو قال قال ان المسلس ده الف بهجيم قائم الزاوية في به يبقى اكيد حقول مثلا النقطة دي الف او اقول اللي فوق دي الف والشرط عندي ان الزاوية القائمة هي اللي تكون به يبقى ده الف به جيم وهو قال لي ان الف به بيساوي 40 سنتي ويه طبعا ده الترتيب الدوري بتاعي اللي هو قال ان الزاوية والقوة جاية في ترتيب دوري واحد يبقى كلهم بيلفوا حوالين بعض بس قال لي ان الف به بيساوي 40 سنتي وقال ان به جيم بتساوي 30 سنتي تمام؟ يبقى الف به بتساوي 40 سنتي وبه جيم بتساوي 60 سنتي اسف معلش على الغلط طيب انا دلوقتي 40 و60 حاجة بعد كده احسب معيار الازدواج ازاي هو كمان مديني ان مخياس الرسم بتاعي واحد لعشرة يبقى ده واحد على مين يبقى الكلام ده حيساوي واحد على ايه؟ على عشرة اللي هو المخياس اللي الدهولي يبقى انا حروح اعمل ايه بقى؟ حروح اقول ان ضعف مساحة المسلس انا معيار الازدواج بيقول ضعف مساحة المسلس على واحد على مين؟ يبقى ضعف مساحة المسلس احنا عارفين ان مساحة المسلس بتساوي نص القاعدة او نص طول القاعدة في الارتفاع يبقى انا عندي دلوقتي ضعف مساحة المسلس ضعفة عن اتنين حضرة بالاتنين في ايه في نص طول القاعدة انا عندي مساحة المسلس نص طول القاعدة في الارتفاع نص طول القاعدة في الارتفاع ده كده مساحة المسلس طب هو بيقول لي ضعف مساحة المسلس يبقى نص طول القاعدة في اتنين نص طول القاعدة في الارتفاع ده المساحة حضربها في اتنين عشان هو قال الضعف يبقى ايزا دلوقتي لو انا شلت الاتنين اللي في البسط مع الاتنين اللي في المقام اذا ضعف مساحة المسلس بقت بتساوي طول القاعدة في الايه في الارتفاع يبقى ضعف مساحة المسلس بتساوي طول القاعدة في الايه في الارتفاع يبقى ايزا ضعف مساحة المسلس طول القاعدة عندي باربعين في الارتفاع بتاعي اللي هو قولنا هنحسبه بقى على إنه 30 يطلع الكلام ده بألف وإيه؟ بألف ومتين سنتيمتر يبقى أنا دلوقتي ضعف مساحة المسلس بألف ومتين وعندي واحد على مين بتساوي واحد على عشرة فحاجي هنا وأقول المقياس الجابري لعزم الازدواج بيساوي ضعف مساحة المسلس على واحد على مين يبقى أنا حعوض مكان ضعف مساحة المسلس بألف ومتين وفي المقام واحد على مين تكون واحد على إيه؟ على عشرة يبقى الكلام ده حيديني 12 ألف سقل جرام سنتيمتر ليه سقل جرام سنتيمتر؟ لأن دي سقل جرام علشان دي واحدة القوة والسنتيمتر كان واحدة الطول تعالى هنا بيقول لي مثال تاني بيقول لي أن ألف به جيم مسلس قائم الزاوية في به وفيه ألف به بيساوي 5 سنتي وبه جيم بتساوي 12 سنتي يبقى أنا عندي دلوقت المسلس ده اسمه ألف به جيم حسمي ألف به جيم ولازم تكون الزاوية القائمة عندي نقطة مين؟ عندي نقطة به فيه ألف به بيساوي 5 سنتي وبه جيم بيساوي 12 سنتي يبقى ألف به جيم ده 5 وده 12 جميل قوي بيقول لي أن أثرت القوة 20 و 48 و 52 نيوتن في اتجاهات ألف به يبقى أنا جاية من ألف ريحل به وبتمثل للعشرين طالما قال المتجه بتاعي ألف به يبقى من ألف لبه ده الاتجاه وهي بتساوي 20 واللي بعدها 48 موجودة عند به جيم أدي به جيم وده الاتجاه بتاعي من به لجيم وبالـ 48 وبعد كده الـ 52 فين؟ من جيم لألف جاية من جيم ريحل مين؟ ريحل ألف وبتساوي 52 إذن دلوقتي هو عايز مني معيار الازدواج أنا هنا معيار الازدواج هو ما بدنيش نسبة زي المثال اللي فات ما قليش مثلا بنسبة 1 إلى 10 فهو بيقول لي اثبت أن هذه المجموعة تكافي ازدواجا وأوجد معيار عزمه يعني عايزنا نديله النسبة اللي موجودة عندي بتاعة العزم يعني في المثال اللي فات كان بيقول لي أن المعيار ده 1 إلى 10 هو عايزني أقول المعيار ده كام لكام وأوجد كذلك مقدار كل من القواتين المتساويتين في المقدار التي تؤثران عند ألف وعند جيم طب أنا دلوقتي حاخد المثال بتاعي وهنا علشان أجيب المعيار ده لازم يكون أطوال الأضلع كلها موجودة عندي أنا عارف أن ألف به بيساوي 5 سنطي وعارف أن به جيم بيساوي 12 سنطي عارف التلت قوة إنما فاضل ضلع ناقص عندي اللي اسمه ألف جيم وطبعا بما أن ده مسلس قائم الزاوية في به طالما فيه زاوية قايمة أقدر أجيب الضلع التالت ده بنظرية في سغورس ونظرية في سغورس بتقول لي إيه بتقول لي أن أنت طالما بتجيب الوطر يبقى أنت حتقول أن طول الوطر ده اللي اسمه ألف جيم بيساوي الجزر التربيعي لمجموع مربعي الضلعين الآخرين يعني ألف جيم حتساوي الجزر التربيعي لإيه لألف به تربيع زائد به جيم تربيع يبقى ألف به تربيع زائد به جيم إيه تربيع أو ما أقول بقى إن ألف جيم بتساوي الجزر التربيعي أنت عندك ألف به بخمسة يبقى الخمسة تربيع بتساوي كام؟ 25 وعشرين زائد البهجيم بتساوي اتناشر يبقى اتناشر تربيع او اتناشر قس اتنين او اتناشر في اتناشر بتساوي مية اربعة واربعين يبقى ايزا الف جيم حتساوي لما حجم عدول حيدوني مية تسعة وستين وبالتالي حيبقى جزر المية تسعة وستين بيساوي تلاتاشر سنتي نروح بعد كده بعد انا معرفت ان ده تلاتاشر سنتي اروح اقول المعيار بتاعي واحد على مين بيساوي واحد على به المقياس اللي هي العشرين على الف به واللي هو الف به دلوقتي اللي هو بيساوي خمسة سنتي يبقى الخمسة سنتي دي موجودة على مقياس القوى العشرين بتساوي هروح جاي رايح اي للضلع اللي بعده انا عندي الضلع اللي بعده اللي هو اتناشر سنتي اللي هو بتاع بهجيم كان عبيتأثر عليه قوى تمانية واربعين يبقى ده اتناشر على تمانية واربعين. بتساوي. اجيب الضلع التالت اللي هو كان الف جيم. الالف جيم ده كان طوله تلاتاشر سانتي. والقوة اللي بتأثر عليه اتنين وخمسين. يبقى حقول هنا تلاتاشر على اتنين وايه? اتنين وخمسين. بص كده لو اختصرنا هنا على الخمسة فيها الواحد على الخمسة فيها الاربعة. يبقى ده واحد على الاربعة. ولو اختصرت هنا على الاتناشر فيها الواحد على الاتناشر فيها الاربعة. يبقى ده برضو واحد على اربعة ولو اختصرت هنا على التلاتاشر فالواحد على التلاتاشر فالربعة يبقى اذا المقياس بتاعي هنا بيساوي واحد على كام واحد على اربعة يبقى انا هنا اسمت الطول على القوة الطول على الايه على القوة يبقى انا في المثال اللي فات هو كان مديني المعيار ده اللي هو واحد على ميم ومن خلال ضعف مساحة المسلس على المقياس او المعيار ده جبت الايه اللي ازدواج انما هنا هو اللي طلبوا ايه هو اللي طلبوا مني يبقى انا دلوقتي المعيار بتاعي واحد على اربع تعال نجيب معيار الازدواج اللي بيسوي ضعف مساحة المسلس على واحد على مين اتفقنا ان ضعف مساحة المسلس هتسوي طول القعدة في الارتفاع طول القعدة في الايه في الارتفاع يبقى انا دلوقتي معيار الازدواج طول القعدة كان اتناشر والارتفاع بتاعي كان خمسة يبقى انا دلوقتي ده طوله كان اتناشر وارتفاعه خمسة والقوة اللي كانت بتأثر عليه عند الاثناشر كانت التمانية واربعين واللي كانت بتأثر هنا كانت الايه العشرين يبقى تمانية واربعين في الخمسة على واحد على اربعة يبقى ايزا كل ده هيساوي عندي كام؟ هيساوي عندي متين واربعين نيوتن سنتيمتر وبكده ولاد يبقى احنا كده جبنا معيار الازدواج على الاشكال الهندسية زي المربع وممكن زي المستطيل ولو كان شكل سداسي وجبناها كمان على القطبات كده انا جيت وحسبت معيار الازدواج اللي موجود عندي وبعد كده هناخد معيار الازدواج ده ونروح علشان بعد كده عندنا حاجة اسمها مركز السقل مركز السقل هو مركز توازن الاجسام بس عايز تعرف احنا ازاي هنجيب مركز سقل الاجسام؟ عايز تعرف هنجيب ازاي مركز سقل الاشكال الهندسية يبقى لازم تنتظروني في الحلقة القادمة الى ان اراكم على خير باذن الله اترككم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته